في جلسة أقيمت بين دونجا وأمير مرتضى منصور أمير مرتضى منصور حرص خلالها على تهدئة دونجا في ظل الأزمات الأخيرة ليه اللاعب بيشعر بالغضب من تسريب عقده بعد مباراة التراجي لأقيمت في تونس وأزمته الأخيرة مع جزالدو فريرة في مباراة أمبي بعد استبداله وأمير أكد لدونجا أن كل ما يحدث طبيعي في الظل نتائج سلبية جدا لفريق نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وقال له أن الأمور هتتحسن مع عودة الانتصارات للفريق وإحنا مستنين الزمالك بطبيعة الحال بدأت تسويق مهاجمه البنيني سامسون كينيولا وأنا معرفش بصراحة إزاي هيساوه وهو ما بيلعبش بس ماشي الزمالك تكلم مع وكيله على إيجاد عرض له في نهاية الموسم وإن اللاعب ما أثبتش نفسه مع الفريق عشان يبرهن على إمكانياته ويقدم مباريات كويسة وبالتالي هو غالبا هيكون خارج النادي وبالتالي الزمالك محدد يسوقه وأنا ما فهمش الأندية اللي بتبقى بتفكر تسوق لعبين وهي ما بتلعبش مثلا مثلا يعني الزمالك برضو الأهلي من ناحية تانية بيحاول يسوق برونوسافيو بس ما هو بيلعبش ده بيحاول النادي الزمالك بيحاول يسوق سامسون ما بيلعبش فأنا بصراحة لو نادي نادي يعني بره عايز أشتري اللاعب ده آه فين فين مبارياته مع الفريق عمل إيه ده بقى له سنة ما بيعاب يعمل إيه مع الفريق لا ما أنا معرفش أنا هدفع فلوس بملايين الدولارات زي ما احنا بندفع كده ما حسنا ببنوها ندفع على عمانة ما تتكلم مع الكرم مصرية كلها الأندية كلها يعني بتروح تدفع على عماها كده يعني مش عارفة اللاعب ده كويس ولا مش كويس بس الناس بره ما بتشتغلش زينا احنا بس اللي بنشتغل كده للأسف يعني طيب مصدر في نادي الزمالك بيان في وجود أي مفاوضات أو حتى رغبة في ضم رفيق كبو لاعب امبي في الموسم القادم ومصدر في نادي الزمالك اللينا في رقم 10 أنه هناك أكثر من سبب وراء هذا الأمر أولها هو يعني الفريق حاليا مشغول في الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا وما فيش حديث دلوقتي قائم أو ينفع يتعامل مع أي لاعب أو مفاوضات مع أي لاعب خاصة أنه أيضا الأجانب اللي موجودين في الفريق يعني بالنسبة لنادي الزمالك هم حاليا قوام الفريق مش عايزين يشغلوهم أو مش عايزين يحسوهم أنه هم ممكن أي حد فيهم يمشي في أي لحظة وهم عايزين نادي الزمالك يعني عايز لو هجيب لعيبة هجيب لعيب زي في الجانساسي وزي أشرف بن شرق ما جيبش لعيب برضو ملوش بصامات دولية كبيرة وإن كنت يعني شاف رفيق كبو من لعيبة مميزة جدا بس ما عندوش ما لعبش مباراة كبيرة معندها كبيرة يعني